بلدة كفرخل فضلا عن حاجة طرق أخرى للصيانة بسبب تعرضها للتصدعات والتشققات بسبب العوامل الطبيعية وعدم وجود صيانة للطرق منذ عقود احنا هون عندنا يعني صحيح في عندنا حقول كثيرة وبساتين ولكن بمقصة الطرق الزراعية الطرق الزراعية عندنا هون مكسرة تكسير يعني واحد بروح بسيارته خاصة إذا كانت السيارة موديل حديث بتعرف يعني أكثر الناس ساعة عندها سيارات حديثة بتأدي إلى تكسير أو تخريب السيارة لذلك الواحد بلجأ بعضياتي لها ترك بعض المحصولات الزراعية وما بروح يعني القطها ويجني ثمارها بسبب الطرق الزراعية مكسرة وبتخرب يعني وخربت علينا أشياء كثيرة من زمال لحد الان وقد يش تستدعيني يعني للهندسة وللأشغال عشان يفتحونا الطرق فلا حياة لمن تنادي يعني حتى احنا يعني الطريق المودي إنه حقيقة يعني لما الواحد بد يطالها كانوا طالها على جبل روسي يعني طريقه معقدة جدا لكن الواحد يعني بد يرضى بالواقع صعوبة اجتياز المركبات للطرق الزراعية أدى إلى عزوف بعض المزارعين عن الزراعة بسبب وجود صعوبات في نقل منتوجاتهم الزراعية خاصة عند ري مزارعهم بواسطة الصهاريج أنا سلمو مني لبرنامج مننا وفينا